اشتركوا في القناة قلت لها اللي انت عملتين مع جيان اكيد كنت هتعملي مع ساي انك انت توديها وتعط في النزل والكلام دوت وهي محتاجة للحب وبس اشكا جات عينيها على الاساور ومكتوب عليها عروس رجاط فقلت لها ايوه يبقى هو ده اللي انت كنت عاوزيه ساي عايزة تروح الحمام فبياخدها ارش عشان يوديها الحمام وبتقول لها اشكا انت غدعتين كلنا انت كنت بس عاوزة ان انت توقعي راجل غني ومعافلوس كتير وكمان انت مش بتخلفي هو مع بنت وتخديها ليكي انت حفار الدهب نفس الكلمة اللي كنت بتتقالها قبل كده قالت لا فهم من اللي انت عايزة تفهميه لكن اللي انا عايزاه ان انا اكون مع ساي وساي تكون في امانه بس دخلوا علشان خاطر جلسة الاستماع والقضاء اخدت ساي علشان تتكلم معيها وتسألها انت عاوزة تعيشي مع مين فالاول سألتها الفستان بتاعك لونه ايه انا لابسة لون ايه اسمي مدرستك ايه وساي كانت شطرة وردت على كل حاجة جينا للسؤال المهم سألتها عايزة تعودي مع مين لكن ساي اخدت وقت كبير على بال ما ردت وبعد كده قالت عايزة اكون مع امي فهم فكروا امي ديت اللي هي سافي فقالت لها عايزة تعودي مع امك مين قالت لها مع امي اشكا طبعا الكل اتخد وكانت صدمة رهيبة للكل وطلبت القاضية ان هي عايزة تعودي مع سافي واشكا الوحده فاشكا كانت قعدة وقالت لها انت لي عايزة تعودي مع ساي ولي عايزة حضنتها معيك قالت لها علشان انا عايزة اوفر لها كل حاجة وعرف اخد بالي منها قالت لها طبو جيان قالت لها جيان ميلو قالت لها مش معيك قالت لها قعد في افضل مدرسة في معرشته وانا عايزة يكون حاجة كبيرة جدا وهوفر لساي كل شي عشان كده انا عايزها معي دخلت سافي وسألتها عن اللي حصل وقالت لها نياس تغربت ان ساي قالت اسمه أشكا لان هي كانت واسقة ناعة تختارها وهي لكن أرجوكي لو هتخذي اي قرار في القضية دي لازم تخذيها النهاردة لانها بنت بريئة ومش عايزة تفضل رايحة جاية على المحكمة ولا تبقى متوترة كده ما بين العلتين وانعارف انك انت هتخذي القرار اللي هيكون لمصلحتها من غير ما يكون فيه بهدلة وقفين كلهم ومستغربين من قرار ساي وان هي ازاي اختارت أشكا لكن أرشي بيقول لهم ان هي طبيعي تعمل كده هي اختارت اسم والدتها الحقيقية لانه الدم هو اللي بيكسب في الآخر وبيقول رجاط ان بنتك هتفضل معايا ولو عايز زوجتك تيجي وترعى ساي مفيش مشكلة وحد ديها راتب كويس جدا طبعا رجاط متضايق من كل كلامه لكن هو هيعمل ايه ماسك نفسه عليه وبيقوله المسكينة خسرت بشكل مضاعف اكيد قاعدة في اي مكان وعملت عيد بتيجي سافي وبيقول لها ابواب بيتي مفتوحي لك في اي وقت لما تكوني عاوزة تشوفي ساي وبيمشي قرش وبتروح سافي توقف بعيد ومستغربة وبتقول هي ازاي اختارت أشكا انا مش عارف قال لها على العموم احنا جاوزنا علشان خاطر ساي قالت له انا قلبي متحطم ومش عارفة هي ليه اختارت أشكا ساي كانت السبب الوحيد لجاوزنا وانا كنت بشوف بداية حياتي مع ساي مش معاك قال لها على العموم انا هبعت اوراق الطلاق النهاردة وهخلي المحامي يخلصها وشوفي عايزة نفقة كام قالت له انا ساي بالنسبالي ما تقدرش بتمن وانا مش عايزة منك اي نفقة دخلوا علشان يسمعوا قرار القضية وهتحكم لمين والقضية قالت ان الحكم لساي هيكون مع والدتها واللي هي والدتها الجديدة سافي راجات سكار الفرحة كانت غمرة لكل وطبعا الكل مستغرب أرشي وأشكا ساي اختارتها فازاي اللي قضية حكمت لسافي أشكا وأرشي قالوا ان القرار ده خاطئ ساي اختارت أشكا يبقى ازاي تدي الحضانة لسافي قالت له هي اللي اختارتها ولا ده كان تلاعب منك انا اخدت ساي في وقت الاستروح وعرفت منها اللي حصل احكي يا ساي هو قال لك ايه ولقين ان هو جابها واتكلم معها وقال له عايزة تفضلي مع مين قالت له مع عمتي الملاك قال لها طيب وانت عايزة تفضلي معيها انت عارفة ان بابا تجاوزها وهيعمل معها زي ما عمل مع والدتك أشكا ان هو هيدايقها وهيتخانق معها كتير وفي الآخر هتمشي وتسيبك زي ما والدتك مشت وثبتك ولعبت مخساي علشان خاطر تقول لما القضية تسألها ان هي عايزة تقعد مع أشكا وساعت عمتك الملاك هتجيلك كتير وهتبقى كأنها قادة معيك طبعا رجعت لما عرف اللي حصل مما سك في أرش انه ازاي يتكلم مع ساي بالشكل دوت وازاي خوفها ويهددها كده لكن القضية بتقوقف كل ده وبتقعدهم وبتقول ان هي اخدت قرارها وان أرشي لازم يحس بالخجل على اللي هو عمله وان هي لما قعدت مع الاتنين لقيت ان واحدة كل همها ان هي تاخد ساي وخلاص وان التانية كانت همها ان هي تحافظ على ساي وان هي تعيش مرتاحة ومبسوطة ايا كانت قعدة فيه وحكت لهم قصة عن أمين كانوا بيتخنقوا على الولد ان هو ابنهم وجي حد وقال لهم ان هو هيقسمه نصين لكن الأم الحقيقية قالت ان هي مش عاوزي يتقلم وتدي له الأم التانية مفيش مشكلة وساعتها عرف ان أم الحقيقية اللي خافت علي من الألم وقالت ان هي هتقرب القضية بنفسها وساي طبعا كانت مبسوطة ان هي هتروح وتعيش مع سافي وجريت عليها وحضنتها ورجعت حضنها والكل كان فرحان جدا بيها ودخلت السعادة لقلوبهم أشكة بتزعق لقرش انه ازاي خوف ساي كده قدي اللي حصل ما كانش لمصلحتهم أبدا بيجي رجعت وبيهدي الأمور ما بينهم وبيقول انت بتزعق لها ليه الغلطة مش غلطتها الغلطة غلطتها كنت وبعدين اتخنقوا على مهلكم اتصار بعين ليه شاري بتقول ان هي هتروح بنفسها تاخد حاجة ساي اللي عندهم وتجيب ساي وتيجي علشان ما يعملوش اي حاجة ولا يلعبوا في دماغ بنتي تاني فقال لها لأ يا أمي ما تخفيش ايشا بتعمل شاي وكانها يفور منها على البتجاز بتاخد رمي منها الحاجة وبتقول لها روح انتي وارتاح وبتقلق ايشا وبتقول ان النهاردة يوم مهمة ومحدش اتصل بيها لكن سافي بتتصل بيها وبتقول لها ان هي فازت بحضانة سافي وبتقول لها اعمل لها المودك لانها هفتك بتحب المودك طبعا ايشا كانت مبسوطة اشكة بتروح لسافي وبتقول لها مبسوطة قوي انك انتي اخدتي ابنة من امها انا بلعانك انك انتي مش هتسعدي ابدا في حياتك ولا في علاقاتك شيري بتدفع عنها وبتقول لها ان سافي كنت عيلة سكار وان هي ام ساي مش انتي هو ربنا هيقبل دعوة من واحدة شطانة زيك ام ما حاولتش ان هي تبص الورا وتاخد بنتها ودلوقتي كنت بتعايزها تاخدي حضانتها وانتي اصلا كنت سايبها وانتي صغيرة وخليتها تمشي وقالت لسافي ان انتي دايما بتردي وبتردي على الكلش ما انا ما ردتيش عليها انتي والدتها واي حد يقول غير كده لازم تزعائي فيه فهمتي ولا لا قالت لها ان اروحي انتي بقى عشان تجاهزي الترحيب بساي وانا حروح اجيب ساي فوافقت وجهزوا فعلا البيت وعملوا احتفال جميل جدا عاملين الحلوة وعملين بلالين وجايبين لها لعب وهدايا والكل بيجهز ومستنين ووصلها بالسلام مبسوطين جدا وبعدين بتسأل طارة وبتقول لها ان ساي بتحب ايه فقالت لها على الاسم بس بالججراتي وسافي عرفته بالاسم اللي هي عرفها النشيرة وقالت لها ان هي هتعملها بيشم الريحة سكار وبيقول لها الريحة رائعة واني كنت قلبت جاو البيت وبعدين بيجيب لها هدية وبيقول لها ان الهدية ديت عشان انت من غير قصد عملت التقوص بتاعة الكنة باول طبخ في المطبخ وانا كنت جايب لك دي علشان تحتفظي بيها بتقوله انها غالية جدا فبيقول لها ان هي مش اغلى منك وانت جبتي السعادة لبيتنا بتسأل لك المفاجأة جهزة فقال لها ان هي جهزة وصل رجعته امان وبيقول ان السعادة دخلت للبيت تاني فامان بيقول له اشكر زوجة اخي سافي هي اللي جابت السعادة بالفعل للبيت بيت بتبعت شيري رسالة لطارة ان هم طالعين في الاسم سير فبتقول لهم يلا استخبوا وطفوا النور واول ما تدخل قولوا مفاجأة عملت خبط على الباب فالباب مش بيتفتح محدش بيفتح قررت تفتح بالمفتاح خدت ساي ودخلت وفي الفعل بدأت المفاجأة الكل عمال يرقص ويغني وطبعا قرش وقشكة شايفينهم من بره ومضغزين جدا وبيشكروا سافي ان هي اللي رجعت السعادة للبيت بتاخد منهم الحاجة اللي معاهم وبتقول لها طبعا قلبك محروق من الهزيمة ورجعت بيخرج لقرش وبيقول له انت مش كنت بتقول حاجات كتيرة في المحكمة دلوقتي انا فزت بالقضية وفزت بالحضانة قال له ما فيش اي مشكلة بس مش معنى انك انت فزت النهاردة يبقى حتفوز على طول بيدحك رجعت على كلامه وبتسمعه سافي وهو بيقول انا المهم بالنسبالي ان انا دلوقتي معايا عيلتي كلها معايا امي واهلي ومعايا بنتي ومعايا زوجتي الا انا تجوزتها قدام الناس كلها واحترمتها مش زيك انت عايش مع حبيبتك من غير اي جوز وبيقول له امشي من هنا وبيدخله على جوه وبتقول له بنتك مستنياك اللي انت كنت بتقول عليها انها صفقة دلوقتي ودخله سايد كانت مبسوطة جدا بالهدايا اللي هي حصلت عليها وفرقت عليهم كمان الحلوة وبقى معاه شوكولتاية واحدة مش عارفة تديها لمن فدتها لابوها وقالت له اقسمها مع امي الملاك انا مش بديها لك لوحدك وبتقرر ان هو يقسمها نصين ويأكلها لسافي بنفسه وبالفعل بيعمل كده الرجاط غزبن عنه طبعا بيسمع كلام بنته واحنا شفنا كده سعادة رجعت للبيت وبقت اسرة حلوة عايشة مع بعضها سافي حصلت علي بنتها وساي حصلت علي امها وثقار بيقول لي شيري هتشوفي ان زي ما حب ساي في قلوبهم تلوقتي هيبقى فيه حب لبعض في قلوبهم لبعض وهو بيتكلم التليفون وقع من ايده شيري اخدت ان ده فعل شؤم وان دي اشارة في مشكلة كبيرة هتحصل قريب لكن ثقار بيقول لها ما تقلقيش كل حاجة هتبقى كويسة لكن فجأة نسيت ان كان فيه صلة المفروض تتعامل النهاردة وانها كانت بتعمل وليمة وازاي ان هي تنسى حاجة زي كده وطبعا متضايقة وبتخلص الحلقة على كده ترجمة نانسي قنقر